ردود الأفعال، أراء الناس، صدمة كبيرة يعيشها الجمهور الأردني وقبل الدخول في الأمور الفنية وقبل الخوض في التفاصيل وماذا حدث هل أصبحت الفرصة ضعيفة أم الحسابات معقدة؟ روجة نظرك كصحفي بالنظر إلى نتائج المباريات إلى نتائج الجولات شوف أول شيء في البداية زي ما تفضلت هي خيبة أمل كبيرة في الشارع الرياضي المحلي وتعرف من خلال ردود الفعل اللي في الشارع الرياضي والانتقادات اللي توجهت لهذه النتيجة قديش الأمال المبنية على المنتخب هذا الكم الكبير من المتابع والانتقادات مش جاي من فراغ هو جاي نتيجة تعظم الشعور بقدرة المنتخب على الوصول للمنديال لو جمهورنا ما عنده ثقة بالمنتخب أنه رايح على المنديال أو عنده المقدرة أنه يوصل للمنديال ما تابعوا كل هذه المتابعة ما بتشوف أن الشوارع فاضية في أوقات المباريات وبالتالي هذا بعطيك أن الشارع الرياضي قديش بانتقد قديش هو عنده ثقة باللاعبي المنتخب الآن هذا التعادل اللي شفناه المخيب للأمال هو صعب من المهمة يعني كان بإمكاننا أنه نكون نروح على المباريات الأربع المتبقية بأريحية أفضل بمزاج أفضل بخيارات متعددة لكن الآن احنا صعبنا المهمة علينا خسرنا أربع نقاط من أمام المنتخب الكويتي هذا المنتخب يعني اللي يعتبر من المنتخبات الأقل حظا في المنافسة على الآلقاء فبالتالي هذا التعادل المخيب رح يصعب مهمتنا ما رح يعني ما أعدم مهمتنا بالمنافسة على اللقب لأنه بفارق النقاط اللي تفضلت فيهم لسه في عندك 12 نقطة في الملعب 12 نقطة هذه البطولة تصفيات كأس العالم حافلة بالمفاجآت يعني مفاجآت كبيرة وغير متوقعة من شوفها يعني على سبيل المثال في المجموعات الثانية أندونيسيا بتفوز على المنتخب السعودي فالفترة الجاي رح تشوف فيها منتخب فلسطين أيضا تعادل مع المنتخب الكوري اللي فاز على كل فرق المجموعة فالمرحلة الجاي رح يكون فيها صعوبة في المباريات ليش؟ لأنه من ست فرق رح يعني أربع فرق رح تنافس فريقين رح يروحوا مباشرة للمنديال والثالث والرابع رح ينافسوا على الدور الرابع فبالتالي المنتخبات رح تقاتل بشراسة حتى آخر لحظة في البطول وهذا رح يصعب من مهمة المنتخب كان بإمكاننا نروح برصيد أفضل من النقاط يعني كل التوقعات أو أغلب التوقعات ما كانت يعني تفكر أنه منتخب ليوصل لهذه المرحلة ست تسع نقاط في ست مباريات فالبداية كانت متواضعة أمام الكويت والنهاية أيضا كانت مخيبة للآخر اليوم أستاذ خالد نتحدث عن فارق نقطتين مع المنافس المباشرة على البطاقة الثانية المنتخب العراقي والظروف مشابهة والمباريات المتبقية متشابهة مع يعني آخرين نتحدث ممكن الاختلاف أن الأردن باقي له مباراة مع عمان والعراق باقي له مباراة مع الكويت يعني نفس المستوى كذا كيف لك أن تتجاوز هذا الفارق النقطتين وأنت لك مباراة مع كوريا خارج الملعب بينما العراق كوريا على أرضه كمنتهب مش لازم تفكر بهذه الطريقة المنتخب الوطني الآن ما لازم تفكر بهذه الطريقة إحنا طلعنا القرار من إيدنا يعني كان بإمكاننا تكون مصيرنا بإيدنا الآن إحنا راح نعتمد على الآخرين على الآخرين يعني العراق متقدم علينا إحنا بس بنا ندعي رب العالمين أنه يتعثر المنتخب العراقي على فرض أنه منتخب الكوري هو الأوفر حظم بالبطاقة الأولى وأيضا ما تنسى أنه المنتخب العماني أيضا دخل على المنافسة صحيح الآن المنتخب الوطني كمنتخب وكاتحاد مش لازم ينظر الآن لخيبة الأمل هذه هو لازم يعالج الموضوع الآن في عندك فترة توقف تقارب الأربع شهور نعم هذه الفترة لازم يكون فيها إعادة حسابات للمنتخب اللي حصل تسع نقاط في ست مباريات هذا مش الأمل هذا مش الطموح هذا مش اللي إحنا كنا متفائلين فيه هنا أنا بدي أتوقف معك يعني اليوم شي طبيعي بعد كل جولة أو بعد كل مشاركة لابد أن يكون هناك تساؤلات مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني اليوم المطلوب مرحلة تقييم من مجلس إدارة الاتحاد الأردني للجهاز الفني اليوم لو سألنا وهذا السؤال طرح منذ الأمس من سيسأل سلامي على هذه النتائج على ست مباريات بتسع نقاط هس أنا بدي أحكي لك شغل الآن هذه فترة التوقف نعم نحن يعني في خضم المنافسات كان فيه أخطاء واضحة في مسيرة المنتخب لكن أنت بتتجنب تنتقدها لأنه صعب تتغيرها في هذا التوقيس لأنه ماشي الأمور نعم فأنت بتقول بدك تدفع بشكل إيجابي لكن الآن الاتحاد موجود وعننا أربع شهور الآن مين اللي بدي يسأل سلامي شو اللي صار معنا الشرط الثاني مين الفني في الاتحاد اللي بدناش تقول يستجوب يناقش سلامي شو اللي صار مين اللجنة الفنية اللي بتتقعد مع سلامي وتقول له هذا اللاعب ليش واجباته هيك هذا اللاعب ليش تراجع الشرط الثاني هذا اللاعب ليش لعب بتعالي في المباراة ليش طريقة اللعب اختلفت 180 درجة من الشرط الأول للثاني مين الإداريين اللي بدن يسألوا سلامي فيش ولا واحد فبالتالي القرار اللي رح يجي من الاتحاد قرار إداري ما رح يكون قرار فني ما رح يكون قرار فني إذن مشاركتنا مشاركتنا هي مشاركة بناء على قرار إداري وليس فني نحن نشوف من فترة في السنوات الأخيرة كل قراراتنا الفنية بتخذوها إداريين وهذا سر طب مش المفروض الإداريين يتحملوا مسؤولياتهم أمام هذا الأخفاق المفروض الاتحادي يتحمل المفروض الاتحادي يجي يطلع عندك كون على الكرسي يقول إحنا للجمهور هيك هيك صار إحنا عملنا إحنا ثقتنا بالمدير الفني سلامي أو يقول إنه إحنا هذا المدرب أخطأ وراح نتخذ الإجراء أصعب شيء بل مستحيل في الكرة الأردنية كإعلامي كجمهور تتوقع من المدرب الجاي لا يمكن مفاجئ دائما دائما مفاجئ لأنه مبني على قرارات إدارية مش مبني على قرارات فنية من من أيام الجوهر الله يرحمه والبعدي لا فيتال لا عموتة لا السلامي كلهم كلهم مفاجئين كيف بيجي كيف بيقعد على الكرسي كيف بيستلم منصب ماذا حدد فبالتالي هذه قرارات إدارية مفروض الاتحاد يطلع الشارع الرياض على هذا التفاصيل عموتة كيف طلع بعقد أخذ المستحقات شر جزاء ولا ما أخذ شو اللي بيصير ما بتعرف الآن المنتخب ماشي بطريق نحو تحقيق إنجاز مش لازم تغلط ولا غلطة بس خارج ما ممكن يجي الإنجاز على نظام الفزعة ما بيجي لا أكيد ما بيجي أنت بدك تعمل ماشي مثل موجود مش تخطيط مش إيش مش تخطيط لا لا ما مش تخطيط حنا ما فيش عندنا استراتيجي الآن التخطيط بيكون عندك خطة مثلا خمسية لخمس سنوات نعم صحيح تبني عليها هذه الخطة يعني لما أنت بدك ترسمها بدك تعرف أنه فيها مطبات فيها بدك تزعل بدك تنبسط بدك لكن هي رايحة في الطريق السليم أما أنت إذا منفوز في مباراة منقول هذا منتخب عالمي تخسر مباراة منقول هذو اللاعبين لا يستحقوا طب وين إجراءات الاتحاد في هذا الموضوع أو المدير الفني يعني كيف الآن بعد مباراة كوريا بعد مباراة كوريا أو قبل لما يجي السلام يقولنا يفضل أن يكون مدرب محلي موجود فينا على الأقل استشارة إذن من طين وإذن من عجيم بعد مباراة كوريا وبعد البهد اللي كانت للمنتخب أداء ونتيجة قلنا لازم يكون مدير فني وصار في حكي أنه لازم يجيبه مدير أو مساعد محلي ما صار ولا إشي الآن يعني أنا بقول في مباراة الكويت الأخيرة وحتى في مباراة العراق لو في مستشار فني أردني أو مدرب مساعد ضمن يعني ضمن الطاقم الفني بشير عليك ماذا حدث في مباراة الأمس شوط أول عالي المستوى شوط ثاني وتحول مفاجئ ماذا حدث ما بعرف أنا مش عارف شو اللي صار مبارح يعني يعني أحيانا أنت بكون الصدمة تدريجية يعني شوي المنتخب يحافظ على هيبتوف بأول خمس دقائق عشر دقائق لكن منتخبنا تراجع بشكل كامل وهذا شوط المدربين يعني نفس اللاعبين اللعبوا في الشوط الأول هم نفسهم اللعبوا في الشوط الثاني شو اللي اختلف أنا بقرأ أنه اللي اختلف التعليمات والواجبات اللي اعطيت لللاعبين هذه الواجبات أعطت المنتخب الكويتي فرصة التقدم وهو المنتخب الكويتي بالمناسبة يعني هي المباراة يعني متوقعة ما تكون سهلة لأنه منتخب الكويتي زي ما احنا منقول بالنسبة نقاط هو داخل على المباراة الفرصة الأخيرة الفرصة الأخيرة بالنسبة له يافز وعلى أقل تقدير التعادل فهو بدي يهاجم فيعني هذا السيناريو مرسوم فأنت كمدرب لازم تكون الأمور قدامك واضحة والمصيبة أنه الكابتن جمال السلام في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة شو حكا نتذكر شو حكا لازم احنا نستفيد من مباراة الكويت الذهب نفس السيناريو صحيح فهذا الكلام أعطانا انطباع أنه عارف القصة عارف كيف بدي يهاجم الكويت احنا عرفنا أنه هو حكا بس ما طبق على أرض الواقع لو رجعنا للتبديلات ونبدأ هل تبديل محمود مرضي كان اضطراري أم فني يعني هو أنا أعتقد فني ما طلعش إشي عن الاتحاد يعني يحكي احنا متابعها عبر الشاشة اللاعب شفنا أنه قرار استبداله كان غلط لأنه هو اللاعب عنده أدوار هجومية هذه الأدوار اللجومية تفرض على مدافعي الكويت أنهم يظلوا موجودين بداية المباراة والشوط الأول المنتخب الكويتي كان هو حاسب حساب أنه القوة الأردنية في الهجوم الأردني يزن عمات موسى التعمري محمود مرضي فبالتالي هو حذر أنه يستقبل قول مبكر في الشوط الأول فبالتالي هو فرض أخذوا واجبات دفاعية اللاعبين فهذا أخر تقدمهم بعدما شافوا أنه لهم موسى التعمري بوضعه الطبيعي ومحمود مرضي أيضاً مش بوضعه الطبيعي ويزن في الشوط الثاني قلت الكرات اللي عنده لقوها فرصة أنهم يتقدموا فعملوا زيادة عددية المدرب اللي عندنا ما عرف يعالج هذا التقدم فبالتالي وكانه بقولهم هذه الكرة هاجموا المرمى الأردني وسجلوا إذا بتقدروا احنا المشكلة للمباراة كانت حصرية ولو لا يوجد لقطات لهذه المباراة لو تحدثنا فنياً الجهة اليمنى للمنتخب الوطني طوال الشوط الثاني كانت مسرحاً للمنتخب الكويتي تراجع حسان حداد في الشوط الثاني تراجع مذهل صار دوره هجومي أكثر من جانب الدفاع لم يكن له أي دور دفاعي حتى لقطة الهدف ممكن شاهدناها كصور اليوم كانت متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتحمل عبدالله الفخور المسئولية لكن في مسئولية أكبر على منطقة العمق في مسئولية على التغطية في الجهة اليمنى ألم يشاهد سلامي هذا التراجع المذهل لإحسان حداد في الشوط الثاني شوط اللقطة اللي بتعطيك أنه منتخبنا ما عادي منظم صار يلعب على الفزعة لما خمس لاعبين كويتين مقابل لاعبين أردنيين في الدفاع إذا شفت اللقطة هذه خمس لاعبين مقابل لاعبين بأي عرف بالتفاصيل الفنية منتخب يهاجم فيك يعني الزخم الهجومي أنت تطلع كل اللاعبين فاللاعبين صاروا عن نظام الفزعة لقطة الهدف خمس مدفعين على خط واحد ثلاث لاعبين من منتخب الكويتي بحرية لعبين ارتكاز غائبين وخمس مدفعين على خط واحد لا يستفد منه غابت الواجبات عن اللاعبين يعني ما في واجبات للاعبين محددة صار كل واحد يجتهد صار كل واحد يجتهد قلت لك هذه اللقطة خمس مهاجمين كويتية مقابل مدافعين اثنين هذه كشفت عن غياب التنظيم في المنتخب والسعي للتسجيل بعشوائية في فوضة الفنية فوضة الفنية يعني هذه الفوضة الفنية أحيانا بتوحيلك أنه إحنا بدنا نسجل أنه إحنا مش مكتفين بالتعادل بدنا نسجل لكن هذه التقدم نحو المواقع الهجومية هي كانت عشوائية تصرحات جمال السلام بعد المباراة وحديثه عن عبدالله الفخوري بأنه لم يكن جاهز فنيا وبدنيا لهذه المواجهة ممكن أنا أحترم هذا التصريح إذا كان مدير فني لنادي لكن مدير فني للمنتخب وعنده الخيارات الواسعة شوف يعني كيف مش جاهزين يعني شو كان ينسوي معاناته في الفترة الماضية يعني اللاعبين إحنا بدنا نرجع لعهد 11 لاعب أو 12 أو 13 لاعب جاهزين بس في المنتخب والباقي زيادة عدد ما منستفيد منهم أنت رأي على تصفيات فيها مشوار طويل مشوار طويل فلازم يكون عندك 18 لاعب أو 20 لاعب أو 23 لاعب جاهزين هذول اللاعبين تقريبا يعني يكونوا بنفس مشكلة كبرى سيد خالد تحكي حارس مرمى يعني كارثة إذا نحن معنا حراس بنفس المستوى الآن أوكي إحنا بدنا نثبت تشكيله وتكون فيها تجانس طيب إذا نصاب لاعب شو يصير فينا نصاب الحارس المرمى شو صار في المنتخب إذا نصاب لاعب بأثر على كل المنتخب فبالتالي أنت بحاجة إنك تبني فريق لأنه مشوارك طويل في كثير من المطبات رح يكون قدامك رح تلعب ورح تسافر ورح ترجع ورح تتفوز ورح تتعادر ورح تخسر فبالتالي أنت بدك تهيئ حالك لكل هذه الفرضيات الآن أنا شفت أنه المباراة لكويت ضعف كشفت عن ضعف القراءة عند المدرب والتالي لازم يكون في استجواب للمدرب بس مين بتستجربه فنش 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 لازم ناس فنيين لجنة فنية في الاتحاد بعيدة عن كل المصالح بعيدة عن كل التفاصيل الأخرى تناقشه بدناش نتقيله بلكن استفاد منكو بلكن استفاد بطلاً اللاعب الأردني هذا هيك عقليته بدك تتعامل معه بالطريقة الفلانية بدك تستفز طاقاته بالطريقة الفلانية ممكن يستفيد منه الآن كيف بده نقنع الشارع الرياضي أنه منتخبنا بخير وهو شاف الشوت الثاني آخر 45 دقيقة من المباريات اللاعبها في التصفيات منتخب بدافع أمام منتخب كويتي كان محروم من الاتحاد الدولي في كرة القدم كيف بدك تقنع هذا الشارع الرياضي فأنا بقول هارد لك للجمهور أنا ما بعتب عليهم أحياناً بيكون النقد قاسي أحياناً بيكون في إساءات أحياناً بيكون في نقد بناء لكن هذه غصة في حلوك كل الجمهور هو لأنه عنده تفاول كبير هو بنى أماله على أن المنتخب بوصل للمنديال فهو ما بيقبل مثل هذا التعثر نعم تخسر لا زالت صورة المنتخب في كأس آسيا في أذهان الجمهير بالظبط واليوم المنتخب أصبح متابع بشكل غير طبيعي على جميع المستويات في كل القرى والمحافظات والألوية صحيح ومن المباراة بيكون موجود الحمل الحمل كبير والعبء كبير ويجب أن يكون هناك وقفة مع هذا المنتخب وحتى بس بلاحظة أخير حتى اللاعبين لازم يفهموا اللاعبين لازم يعرفوا أنهم لاعبين بمثلوا بلد لازم يعرف أنه ما بلعب لحاله شي لك من الغرور والتكبر والتعالي على الكرة الآن أنت بدك لازم بدك تخدم الناس بلفات كثيرة خالد مع الوقت صيق وصلنا إلى نهاية الفيديو وكانتش مننا من هذا الفيديو وكلنا لإعجاب لألكم نقول لكم أختي العزاز نطلقوا في فيديو جديد موضوع جديد سلام علي